لنبدأ بفريق إسترن كومباني اللي هبط من الجولة قبل الأخيرة بعد الخسارة من البنك الأهلي معنا على تليفون المهندس نصر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة نادي إسترن كومباني باش مهندس نصر أهلا بيك منوّرنا أهلا وزياري مساء الخير عليك إزاي مساء الفل أنا زي الفل يا رب تكون بخير وهارد لك كانت مسيرة فيها محاولات عديدة وكان فيها صعود في الدور الثاني منها لكن في النهاية انتهت على أمل العودة قريبا إن شاء الله إن شاء الله يا فردم أنا طبعا يعني بقول قدر الله فهم ما شاء فعل إحنا كمجرس ما دينا أخذنا المسؤولية كنا عارفين الموقف الصعب لفريق مخزون ما أربع خمس زايم واجبنا كابتن عليها عبد العيل لكن أنا كان يهمني في المقام الأول شكل الفرقة وتقدمها ملتويات محترمة ما نكونش لقمة سائغة في مع أنديت الدوري الممتاز العريقة القديمة والحمد لله أعتقد إن إحنا أدينا شكل لبطولة الدوري السلادي لغاية آخر مباراة أو يمكن مباراة قبل الأخير يمكن آخر مباراة نحن نقول له الهدف اللي جاي فينا في البنك الأهلي طبعا اللي خلى معنويات اللعيفة نزل في الآخر الثالث الساعدل يعني يمكن اللعيف من غاية آخر مرش مرش الزمالك فبقول هرد لك وإن شاء الله نبقى موجودين في الممتاز خريف إيه اللي هيحصل بكرة هل نفس القوام هو اللي هيلعب ولا هنلاقي قوام مختلف بعد ما انتهت المحاولة لا لا نفس القوام اللي حايل المجروب تتعاملها طريبا نفس القوام اللعيفة عايزة تعمل برضو يسيب ذكرى طيبة أكيد الفئات المباراة مع فريق كبير هو بطل الدوري العام لهذا الموسم وبطل الدوري والكاس للموسم الماضي فأعتقد أنهم عندهم الدافع أنهم يقدموا مباراة كويس بإذن الله الكابتن علاء عبدالعال كان أعلن أنه مسرت وانتهت مع الفريق إيه موقفكم بقى وتفكيركم ماشي إزاي في الموسم اللي جاي في الممتاز به إحنا فعلا كابتن علاء كان بيني وبيني مكالمة تلفونية مباراة وطلو طبعا هارد لك وقال إن أنا يعني عايزة أخذ هدنة شوية كده فإن شاء الله إحنا في سبيلنا للتعاقد مع المدرب كويس يقدر يصعب بالفريق تاني للدوري الممتاز قدامنا كام سي بي الأكثر من المدرب لكن مش هعلن عن أسامي دلوقتي الآن ما نستقر على المدرب اللي حيقود الفريق بالموسم القادم إن شاء الله أكيد الأفكار بتختلف شوية في الممتاز به عن الممتاز وبالتالي ممكن تكون في فرص أو عروض وصلت للاعبي فريق إسترن كومبني فهل من عروض واضحة أو موافقات تمت بخصوص انتقال لعبين من عندكم لأي نادي آخر؟ والله عروض جاتينا أكتر من عرض اللعيب موجودة عندنا من وكلاء لعبين ومن بعض الرؤوسات في مجالس الأندية فلسه ما اتفناش على السعر وربنا يسهل يعني مين اللعيبة؟ عندك فراص أحمد متعب عمر حسام دول الأقرب للتعاقد يعني طيب أنا بشكرك وبتمنى لكم التوفيق وهارد لك طبعا لحضرتك ولكل مجلس الإدارة والفريق والجهاز الفني وإن شاء الله القادم يكون أفضل أكيد بش مهندس ناصر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة إسترن كومبني والنادي